الطرف المشترك بقى بكل الأخبار اللي احنا يعني عدينا عليها دلوقتي وكل هذه الجبهات المشتعلة هي إيران إيران هي كمان دخلت على خط الاستهداف إنبارح كان فيه انفجارين بالقرب من مقبرة الجنرال الإيراني قاسم سليماني بمدينة كرمان الإيرانية واللي حصل أن ده كان بالتزامن مع الذكرى الرابعة لمقتله ما فيش رقم واضح للضحايا لأنه تقديرات بتكلم من أول 80 ل300 شخص لكن بعيدا عن الأرقام والتقديرات والدلالات نقدر نقول أنه فيه مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وراء هذا الانفجار وأننا برضو أمام جر المنطقة لحرب شاملة